السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحية عطرة لكل النساء بشهر رمضان المعظم اهل الله علينا بالخير واليمني والبركات هناك اسئلة كثيرة تروج بين النساء لها ارتباط بهذا الشهر الفضيل ومن بينها قضايا التجميل التجميل امر مطلوب فربنا جميل يحب الجمال لكننا نحن في هذا الشهر الفضيل هل يمكن للمرأة ان تستعمل المصحيق تستعمل العطر في نهار رمضان وهل ذلك يفتر الشيء الذي يفتر في رمضان هو كل ما تسرب من البلعون من طعام او شرب بغرض الانتفاع اما الزيوت والكريمات التي تستعملها المرأة في رمضان هذه لا تفتر ولو ان بعض العلماء قالوا هي من باب الكراهة مخافة ان يتسرب شيئا منها الى الجلد ولكن عموما هي لا تفتر بعض النساء يقول واش ممكن استعمل ادوات تجميل وبعض الطيب والعطر لانني انا اشتغل وعاشر الناس واصفح الناس هل يمكن ان اظهر بمظهر جميل الجمال اللي كان حصولي في رمضان هو جمال الايمان وجمال الطهر والعفاف وجمال الذكر وجمال تلاوة القرآن راه هذه العبادات تضفي جمالا وبهاءا على العبد المؤمن وعلى الامة المؤمنة اما من كانت مضطرة لاستعمال بعض المعطرات او بعض الكريمات لانها في العمل تكون مجبرة على ذلك ظروف ربما كل واحد عنده الضرفية دياله فهذه لا تفطر لا تفطر لانها الافطار هو ما كان الطعام او شراب او جمع هذه تسمى من الامور التي مكروها لا ينبغي ان نقوم بها الا في حالة الضرورة القصوى وربنا عز وجل يقول لنا فمن اضطر غير باغن ولا عالم فلا اثم عليه هذه فرصة للمرأة انها تتزين بالماء والصابون وتتزين بالذكر فالمرأة لك تصنطل النهار وتقوم بالليل اكيد ان الله تعالى يحسن وجهها وفي الحديث من حسنت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار ربي عز وجل يدفع المرأة جمال وبغاء ورونق فلنقتنس هذا الشهر الفضيل ونتخلص من هذه المواد التي تكون ربما مدرة بالبشرة باستثناء بعض الكريمات او الزيوت الطبيعية للمرأة ان تستعملها في بيتها بليل رمضان على ان تغسل ذلك بالماء والصابون ويكون ان شاء الله خير ومن كان مضطرا فلا اثمع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله